ازاي الواحد يعيش طاهر ويغلب حروب الشهوة؟ هي برضو قريبة لسؤال العين والمناظر الوحشة الطهارة شقين شق سلبي وشق إيجابي الشق السلبي معناه ما تعرضش نفسك في حاجات ضد الطهارة ما تشوفش حاجات وحشة ما تقولش كلام وحش ما تسمعش كلام وحش ما تلمسش لمسات رضيئة كل ده اسمه الجهاد السلبي إنك أنت مش عاوز تغلط في جهاد إيجابي إنك تقدس الحواس العين تقرأ حاجات مفيدة إنجيل والكتب الروحية الودن تسمع وعظات مفيدة اللسان يقول ألحان حلوة الإيد تخدم وتتعب مع الناس كل ده اسمه تقديس الحواس فالطهارة لها جزء سلبي تبعد عن خطيئة وجزء إيجابي إنك تقرب من الفضيلة وتقرب من ربك كل ده يحتاج متابعة أب اعترافك ويحتاج قدسات بانتظام ويحتاج صلوات الأجبية